لسنا على الحق إذن جانوا بالي بالموت وقع علينا وقعنا عليه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم لأنها علي الأكبر ممن اصطفاه الله عز وجل هذا وعينا الإمام الحسين تدرفه دموع الفرح والابتهاج لما رأى من شجاعة ابنه وبطولة غصنه ولكنه يتصور ماذا سيجري عليه بعد قليل فتحرق الدموع عجفان عينيه وأما علي الأكبر جعل يضرب تلك الأجلاب بالسيف توراه وبالرمح أخراه حتى غبر في وجوه القوم وقلب الميمنى والقلب على الجناحين والجناحين على القلب دار فيهم كدوران الرحى في الطاحونة حتى غاب شخصه من بينهم غياباً غياباً هذا وقد زعزع الجيش عن مستقره واستمر في حربه وخاض بهم خوضاً لم يشهدوا له مثيل فما يترك كتيباً لا عاد إليها ثم يجتمعون يجتمعون عليه فيفرقهم مرة أخرى ولقد ورث الشجاعة والفروسية من جده أمير المؤمنين فارس المشارق والمغارب ذلك الشجاع الذي إذا ذكر ارتعشت قلوب الشجعان فلولا قضاء الله وقدره لم يتركوا أولاد علي من بني أمية ديارة فلما أحس بالقوم أنهم لم يعرفوه أراد أن يعرفهم باسمه ونسبه فجعل يضربهم ويقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن ورب البيت أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي فلم يقى فلم يزل يقاتل حتى ضج أهل الكوفا لكثرة من قتلا منهم واروي أنه على عطشه قتل أمية وعشرين رجلان هذا والعطش قد أحرق فؤاده وثقل الحديد وثقل الحديد قد أبهضه وضيق أنفاس والشمس قد صهرته بحرارتها المحرقا وكثرت فيه الجراحات وسدت عليه الأقوام وفات من قوته ما فات وأما رئيس الأعداء فإنه ضاق به الخناق فانسدت عليه الطرق وأظلمت بعينه الآفاق وهو يحشم أجلافه وإلكم احملوا على هذا الفارس المهاب وكفونا شر حملاته وضيقوا عليه وحولوا بينه وبين المخيمات وإلا أفناكم بحسامه وقناته وحصدكم حصد السنبول لأن الشجاع من صفاته فجعل علي الأكبر عليه السلام يكر فيهم كفعال جده أمير المؤمنين في وقائعه وغزواته يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسها المتوقدي فيردها قصرا على أعقابها في بأس عرنين العرينة وعطافه ومزقته الحمية فقال له ويلك ويلك ابرز لهذا الفارس المقدام واذك الأباه وأمه فيه أو آتني به أسيرا فابتدر الملعون وأخذه الغرور والجنون يقول يا أمير تريدني تريد أن تعيرني الرجال في محافلها والنساء في مغازلها بأن بكر بن غانم يعده لألف فارس وقد برز لغلام لم يبلغ العشرين من عمره فإن قتلته فلا فخر لي وإن قتلني فهو العار العظيم والخجل الجسيم ولكنك يا ابن سعد أنت الذي تهدى إليك الهدايا والتحاف من الأمير يزيد ابن معاوية في كل وقتين فابرز إليه أنت وكفنا من سطوته فقال له عمر بن سعد يا بكر أتحتقر شبل الحسين الأكبر وتعيره بالصغار وإني أظن إنك إن برست إليه سيفاجئك بالقضاء ويلحقك بمن مضاء أما تعرفه هذا شبل من أشبال علي للمرتضاء وتفاحا من شجرة النبي المصطفى هذا بطل تنسل من أبطال وهز وهزبر تحذر من أبدال هذا شجاع من شجعان آل أبي طال الذي لو ولد أهل الدنيا لكانوا أقرانا وعلم أنك إذا قتلته ستنال شهادة القوة والباس وسيضحفك الأمير بالأموال واللباس فعندها قاما ودخلا خيمتاه وجعل يحدث نفسه الرديّة بما وعده رئيسه وأفرغا عليه ذرعه وبيضته وتقلد سيفه ورمحاه وتحزما لمقابلة الشجاع الباسل والأسد القاتل ثم خرجا من الخيمة كأنه جبل شاهق يختال في مشيته وينظر في إعطافه ويفتخر بقوته ومراساه وقد قصد وقد قصد المعركة ليبطش بالفتى الهاشمي وكان أبوه الإمام الحسين في مركزه على باب المخيام وقد حفت به النساء والأطفال ينظرون في وجهه ومن بينهم ليلى أم علي الأكبر فنظرت إلى الإمام الحسين وإذا هو تغير لونه واصفر وجهه وسالت دموعه على عينيه وسالت دموع عينيه على خديه ولحيته وتحزر وتحسر وتزفر فقالت له ليلى يا أبا عبد الله هل أصيب ولدي بسوء قال لا يا ليلى ولكن قد برز له لعين يخاف عليه من فقالت إذا ادعوا لي ولدي بالرجوع فإني مشتاقة إلى رؤيته ونفسي متطلع إلى عودته وكبدي متقطع لمفارقته وناحلا من مصيبته فقال يا ليلى لقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب فقومي وادخل الخيمة واطلبي لولدك بالرجوع فلما سمعت مقالته قامت تسحب أديا للمصيبة تجري مدامعها على خديها ودخلت خيمتها واتجهت إلى خالقها رافعة كفيها إلى نحو السماء وهي تنادي وتقول إلهي بغربة أبي عبد الله الحسين إلهي بعطشي أبي عبد الله الحسين يا راد يوسف على يعقوب اردد علي ولدي عليه لأراه قبل الفراق ثم انهمكت في البكاء والتوسل ثم انهمكت في البكاء والتوسل والدعاء من قلب محترق لفراقي ولدها دخلت بحرقة قلبها في خدرها تشكه إلى رب العباد تناديه يا خير موجود وخير مؤمل أنت الرحيم أنت خير عمادي أدعوك بالصبت الغريب بكربلا ريحانة الزهرى سليل الهادي وبروزه وبلائه ومصابه وكذا بغربته أنال مرادي يا رادي يوسف بعد غربته على أبويه بعد اليأس والعبعادي ارجع علي سالما ومؤيدا وانصر أباه على العدل أو غادي وارحم لجسم المستضام برده برد برجعته غليل فؤادي أنت العليم بأنني لا أستطيع لفراقه لم أهتني برقادي قال الراوي فلم تزل تبكي وتتضرع فإنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله بآخر العهد منا لزيارتكم وإقامة العزاء عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة